لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ما الذي يحدث؟ ما هذا التخبط؟ هل تفادت رئاسة الجمهورية أن تعطي الحقيقة؟ أم أن البتفليقية هذه؟ يجب أن نؤكد على أمر هام أن البتفليقية لم تنتهي بل باقية وتتمدد وتتجدد وربما تتعدد وتسدد ضرباتها إلى كل خصومها السابقين هذه هي الحقيقة التي يجب أن نؤكدها لماذا؟ هل الرئيس عبد المجيد تبون عندما دخل رئاسة الجمهورية قام بالقضاء على لوبها ويحيوا جماعته؟ أبدا وهذه أكبر غلطة ارتكبها الرئيس بل الرئيس تخلص حتى من الأشخاص الذين كانوا معه في الحملة الانتخابية وجاب بهم لأنه الرئيس عبد المجيد تبون لما ترشح كان يجري منه ومنه فقط يدير يدير كما يقولوا طاقم لحملته الانتخابية لمداومته في الانتخابات كانت الناس كل ماشي مهتمة به لأنه ما كانوش يشوفه فيه الرئيس ونحن ديداننا أن أحزاب الاعتلاف وأحزاب الدكاكين الحزبية مباشرة عندما طرى المؤسسة العسكرية تمين لمترشح يتصابقون على التمويل ويتصابقون على الدعم لذلك الرئيس عبد المجيد تبون لما ترشح ما كان عنده حتى غطاء لذلك لم يجد إلا محمد العقاب وبعض الأشخاص دار بيهم إدارة لحملة بعد ذلك عندما وجد نفسه رئيسا للجمهورية وجد هؤلاء الأشخاص بينهم اللي ليسوا في مستوى يروح معاه للرئاسة وبين اللي اداهم للرئاسة وتخلى عليهم وطردهم قبل ما يروح استقال حتى مدير الحملة وخاصة أنه في ذلك الوقت كان قناة تليفزيونية خاصة شنت عليه حمل وكشفت ملفات علاقته مع الأتراك وكذا وكذا مما جعلهم على يقين أن قناة مثل تلك القناة المعروفة بعلاقاتها مع دوائر السلطة تلجأ إلى تلك الطريقة معناها أن عبد المجيد تبون انتهى ولن يدخل رئاسة الجمهورية هكذا كان توهم الناس لذلك ما عاونوش بزا المهم إذن تبون لم يتخلص من اللوبهات اللوبهات عميقة جدا بقيت في مكانها لم تزحزح أبدا أبدا ما ممسهاش وهذه أكبر غلطة ودفع ثمنها لاحقا وجين هار حدث لكم ماذا فعلوا وكيفاش وأنا في ذلك الوقت تحدثت بأنه في الرئاسة هناك نوبهات تحفر في قبر الرئيس من حيث لا يده الحكومة فيها وزراء كانوا من درجة ثالثة عند البتفليقة كانوا في مكاتب سلال ويحيى وغير 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 ومنهم وزير الشباب الرياضة الذي قال اسمعوا له ولي ما عجبوش الحالي بد البلاد ولي ما عجبوش الحالي بد البلاد على الأفصال العقلية البتفليقية وجماعتكم الحكومة وزراءها ما أتى الرئيس بوجوه جديدة على الأقل بعض الوجوه المعارضة كلها من الدوائر المغلقة لجماعة كلاب ديفان وغير 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 ولا مرتبطة بأشخاص وهؤلاء الأشخاص مرتبطين بجماعة ويحيى وجماعة سلال وغير البرلماء البرلماء البتفليقي في امتياز مجلس شعبي الوطني مجلس الأمة لم يتخذ ضدهم أي إجراءة بل الرئيس جرجر عن طريق العراب الذي هو كان عراب دستور بتفليقة والدستور اللي جابه التبون هو نفس الدستور اللي قدمه قبل جماعة بتفليقة جاب له الدستور هذا وهذا الدستور عقبوها لجماعة بتفليقة في البرلمان ورئاسة ومجلس الأمة وكانت غلطة قاتلة أمر آخر نحن إذن الحملة التي أعلنها القايد صالح تجاهل بها العصابة في المؤسسات تكاد تكون توقفا الناس اللي راحوا للحبس طفرت فيهم واللي سلكوا ما مسهمش ما نتكلم عن الفاسدين نتكلم على لوبيهات وشبكات العصابة لأنها كانت هناك غرفة سوداء ما قبل بتفليقة كانت هناك علبة سوداء تتكون من ضباط فرنسا تقريبا كانوا 11 ضابط كانوا هم الذين يشكلون العلبة السوداء لتسير النظام وكان في مقدمتهم العربي بالخير وغيرهم بعد ذلك بتفليقة قضى على تلك العلبة اللي كان فيها العربي بالخير والعماري وغيرهم قضى على تلك العلبة وصنع علبة جديدة العلبة هذه تتكون من عائلته سعيد بتفليقة وخوته أمر آخر بعد ذلك جاب رجال مال وأعمال تم صناعتهم حدادوا كنينافوا تحكوتوا غيرهم بعد ذلك كناك واجهات سياسية حزاب سياسية ووزراء كلهم وخلوطة أو يحيى وسلال وعمر بنيونس وغيرهم كانوا هذه صنع علبة هذه العلبة علبة أعطيها أي لون ولكنها كانت تسير الدولة هذه العلبة صنع عطلو بهات في كل مكان في الجيش في المؤسسة الأمنية في الوزارات في كل مكان غلط التبون أنه عندما جاء للرئاسة مجاش بالطاق من تياه وحتى كيدخل هو قال بأنني جمهورية جديدة للحرك الشاب لم يعتمد على الحرك الشاب لم يعتمد على شخصيات ذات ثقل من الحرك الشاب هذه هي إشكاليته فظهر جهة الحرك الشعبي خصم وفي جهة أخرى العصابة رهم خصومه لأنه مشاف الطريق لأنه عبارة عن نتيجة حتى نقوله ما مشاش نقوله عبارة عن نتيجة مسار أيده القايد صالح وأفضى إلى تتويج عبد المجيد تبون في انتخابات 12-12 كرئيس للجمهورية وأدى القسم في 19 وحظوا أن القايد صالح توفي يوم 23-12 وبذلك كان تبون راح يكون القوة انتاعه في ممارسة مهامه كان هو القايد صالح وجماعة القايد صالح في قيادة الأركان لذلك يوم الأول أول خطاب يوجهه الأمة بعد أداء القسم كان يتكلم من منطق قوة وكان القايد صالح هذا لكن بعد ذلك انقلبت الأمور لا الرئيس عنده الطاقم انتاعه ووزعهم هنا وهناك ولا الجيش يحلم في الأواني انتاعه ولا أي شيء لقى نفسه عاري بمعنى الكلمة يبحث كان في رحل يتخبط بمعنى الكلمة علاقات مع فرنسا كانت متدهورة النفوذ الفرنسي في الجزائر لذلك الرئيس العصابة تخلت عنه ما عندوش قوة معينة الحركة الشعبية راه خصم فرنسا راه خصم لانه عبارة عن نتيجة القايد صالح الرئيس الجمهورية وجد نفسه بلا غطاء الجيش الذي كان من قبل قبل القايد صالح كان يشكل سيشكل قوة للرئيس شبه تخلى عنه تقريبا نعم تخلى عنه أولا الجيش أوقف عمليات التطهير الداخلي اللي أعلنها القايد صالح كانت يوميا ضباط جنيرالات عقدة يساقون إلى السجون بتهم الفساد وبتهم غيره أوقفوها بل عكس ذلك تماما أن الكثير من الضباط الذين يشكلون جذور العصابة في الجيش تم إطلاق صراحهم خرجوهم من سجن البوليد العسكري في صمت تام ودخلوها من قبل ذلك في صمت تام بل حتى توفيق تم نقل من السجن إلى إقامة بوشاوي بسبب وضعه الصحي ولكن منذ ذلك الحين إن بدأت هناك الخلية أنا دائما أقول لا توجد خلية اسمها خلية توفيق ولا أن هناك عودة الظاهرة التوفيقية ولا أي شيء بل أن توفيق عمره ما كان يشكل لوبي ضد الرئيس ولا أي شيء ولكن بعد السجن بدأت الجماعة تلتقي فيما بينها من أجل تشكيل لوبي حقيقي لوبي بدأ لاستعادة زمام القوة التي فقدوها بسبب الجيد صالح وبسبب ما اتخذه من إجراءات لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله